تنضم إلينا من الخرطوم مراسلة الغد سيهام سعيد سيهام ما تفاصيل هذه التصريحات نعم أحمد بالأمس صدرت هذه التصريحات عن وزير الخارجية المكلف عمر جمر الدين باعتبار أنه سد النهضة يشكل أحد الهواجس بالنسبة للسودان باعتباره أبرز قضايا الأمن القومي السوداني لأنه سد النهضة يقع على بعد كيلومترات أو الأقرب إليه هو سد الروسيرس السد الاستراتيجي جدا بالنسبة للسودان لذلك قضية سد النهضة تعتبر قضية مهمة بالنسبة للسودان وكذلك ياسر عباس وزير الريو الموارد المائية حذر من أنه يجب الوصول إلى اتفاقات قبل بدء المرحلة الثانية لملأ السد التي ستكون في الخريفة المقبلة يعني حذر من أنه الفترة قريبة ومع ذلك شدد الإثنان على أن السودان ملتزم بالمفاوضات كطريق وحيد للوصول لكل التفاهمات الممكنة بين الدول الثلاثة السودان ومصر وأثيوبيا وتحدث وزير الخارجية المكلف عن أن السودان الآن لا يسعى لتدويل القضية وإدخال أطراف دولية في هذه المسألة بل يسعى لحلها من خلال الدول الثلاثة ومن خلال رعاية الاتحاد الأفريقي وكان السودان قد انسحب قبل أسبوعين من مفاوضات سد النهضة بسبب أنه رأى وقال بأنه يجب أن يكون لخبراء الاتحاد الأفريقي دور أكبر في هذه المفاوضات لأنه في المرات السابقة تم التفاوض بنفس الطريقة ونفس الكيفية ولم يصل المتفاوضون من الدول الثلاثة لأي نتيجة إذن نادى السودان بأن يكون لخبراء الاتحاد الأفريقي دور أكبر في عملية التفاوض حتى يستطيع أن تصل الدول الثلاثة لاتفاقات ملزمة يتحدث وزير الريو والموارد المائي السوداني عن أنه يجب أن تكون هناك اتفاقات ملزمة للدول الثلاثة وأنه يجب أن تراعى الجوانب الفنية والقانونية طبعاً وفد السودان في المفاوضات هو وفد متكامل يدوم خبراء فنيين وقانونيين وما إلى ذلك لأنه بالفعل المسألة مهمة جداً بالنسبة لسودان كما قال وزير الخارجية المكررة فيها قضية أمن قوم السودانين هل تم التلميح إلى العودة إلى المفاوضات مرة أخرى من الجانب السوداني؟ السودان حتى الآن يصير على موقفه بأنه يجب إعطاء دور أكبر للخبراء من الاتحاد الأفريقي ويبدو أنه لم تتم استجابة كافية ربما من الدول الدولتين في التفاوض ومن الاتحاد الأفريقي حتى الآن لم يوجد أي رد للعودة لطاولة المفاوضات ولكن السودان حذر من أنه فترة المرحلة الثانية من التشغيل أو ملأسد ستبدأ قريباً ويجب أن يكون هناك موقف محدد من الدول الثلاثة شكراً سيهم سعيد مرح سلة الغد كنت معنا من الخرطوم